السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة. انا احمد نحمود ودي قناة افامها ببساطة. ان شاء الله في حالة النهار ده هنتكلم عن ازاي نحل مشكلة اه حزف الملفات. يعني ما تجي ده احزف ملف الملف مش بتحزف معاك خالص. هتقول ازاي? هقول لك تعال نشوف. هتيجي هنا في ملف عندي مسلا يعني مسلا الملف ده لما بايجي اعمله دليد مش بتحزف. مشكلته ان هو بيقول لك اه زا اه زا ايتمز يعني تقريبا فعل بتاع العنصر ده وحاول تاني. تمام? بس الحل بتاعه معقد شوية. طيب الحل بتاعه ايه بقى? الحل بتاعه ان انت بتيجي هنا تضغط كليل كيمين هنا وبتضغط على بوربيرتز. كل شغلنا هيبقى هنا في قيمة بوربيرتز او في الحاجة بتاعت او الخصائص بتاعت الملف يعني تمام? كل اللي عليك هتيجي هنا في قيمة ازاي تفتح قيمة هتيجي هنا هتضغط كليل كيمين وبعدك هتضغط على هيفتح لك القيمة بتاعت هتكتب في قيمة هتضغط في قيمة وتبحث عن وبتضغط اوكي هيفتح لك بتاع الجهاز. كل اللي عليك هتيجي هنا في اللي هنا في دي هنا يعني هتضغط او هتدخل الامر اللي انا هتدخولك في تحت الفيديو. في انا هتضغط لك امر كده اللي هو بالشكل ده. اللي هو اللي هو اللي هي علامة دي. وبعد كده تمام? كل اللي عليك هتيجي الموقع او المكان بتاعه كامل كوبي. هتيجي هنا هتاخده ايه? كوبي. وبعد كده بتيجي هنا في السي ام دي بتعمله بست. هيبدأ بالشكل ده. ما علينا او بغض النظر عن شكل الحروف بالعربي. ولكن يعني تجاهلها. انا بقولك تجاهلها. ملاكش يضعه بيا خلص. وبعد كده هتعمل ايه بقى? هتيجي هنا وبتاخد ان انت تاخد بتاعها او اسم الملفة. بلاش تاخده من هنا. خده من هنا احسن. يعني اعمل هنا كليك يمين وبعد كده اخد هنا الملف الكامل كوبي. وبعد كده تعال هنا. وبعد كده اعمل سلاش. هنشوف اللي سلاش. اه. اللي سلاش دي. وبعد كده هتضغط ايه? تعمل بالشكل ده. برضو الكلام بالعربي برضو مشغال. ولكن ما علينا او بغض النظر عن الكلام ده كله. كل عليك هتضغط انتر. وبعد كده بيأكد لك. بيقول لك هل انت متأكد? ياس او نو? ياس يعني اخسر لكلمة ياس ونو اخسر لكلمة نو. فطبعا احنا هنوافق. هنكتب وبعد كده هتغط انتر. هيقول لك هنا ايه? ان خلاص تمت. هتيجي تبص على الملف مش هتلاقيه موجود وهتلاقيه يتحزف. حتى عشان نتأكد هنيجي هنا ونظهر ونظهر. طبعا وهتحزف على طول مباشر يعني حتى ما دخلش في الريسايكل بين نتحزف خالص من الجهاز. وبكده هي اعتبر هي دي الطريقة الصحيحة لحزف الملفات اللي مش بتتحزف او مش بتتغير اسمها او حتى مش بتتنقل. فهي دي او هو ده الحل الوحيد ان انت تقدر تحزف الملف اللي فيه مشكلة. وبكده نبقى خلصنا حالة النهاردة اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.